للمزيد تنضم إلي عضو الكنيسة عن القائم المشتركة صندوس صالح أهلا بك أشرت في لجنة حقوق الطفل أن الطفل في النقب يواجه أخطار سياسية قبل ولادته حتى تحدثت عن أخطار سياسة التهميش عفوا ما هي خطورة هذه السياسات مساء الخير عزيزتي لك ولجميع المشاهدات والمشاهدين أمس كان يوم النقب في الكنيسة يوم النقب يعني يوم خاص حيث كل اللجان في الكنيسة اللجان البرلمانية تناقش مواضيع ذات صلة بالنقب بشكل خاص تعرض معطيات جديدة وتعرض إمكانيات دمج حلول أو التأثير على حلول في الخطط الحكومية والميزانيات الحكومية المختلفة من خلال مشاركة في عدة لجان أيضا في لجنة حقوق الطفل وأيضا في لجنة العلوم والتكنولوجيا حقوق الطفل ناقشت تأثير هدم البيوت على الأطفال على تعليمهم على حياتهم الاجتماعية وعلى حالتهم النفسية والشخصية وكذلك لجنة العلوم والتكنولوجيا ناقشت نسبة الأمراض الوراثية وموت الأطفال وموت أطفال حديثي الولادة من النقب حيث الطفل في النقب مهدد بأخطار ممكن تؤدي لوفاته بثمن أضعاف من المعدل العام في البلاد وكذلك الأمر لجنة الكنيسة لجنة مكانة المرأة ناقشت نسبة النساء النقبويات المندمجات في سوق العمل ولجنة القانون والدستور ناقشت أمور تتعلق بالاعتقالات في النقب وقوانين مشحفة مثل هدم سياسات هدم البيوت تشفيف الميزانيات وعدم التطوير في البناء التحتية في النقب حيث نلاحظ أن هناك فجوات في شتى المجالات فجوات تعليمية، فجوات اقتصادية، فجوات اجتماعية، فجوات في الميزانيات المستثمرة في النقب بشكل عام هذا بالنسبة للأطفال، ماذا بالنسبة للنساء في النقب؟ يعني كمان النساء تواجه مشكلة أساسية وتواجه التهميش ما هي أهم هذه المشاكل؟ المرأة العربية بشكل عام تواجه تمييز مضاعف في البلاد أيضا على أساس قومي وأيضا على أساس جندري ولكن المرأة النقبوية بشكل خاص هي تواجه تهميش وتمييز مضاعف أكثر وأكثر أيضا على أساس جندري وأيضا على أساس قومي وأيضا على أساس كونها تسكن في النقب المنطقة المهمشة سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا المرأة النقبوية تواجه صعوبات وتحديات أكثر من أي امرأة في أي مجموعة أخرى للاندماج في الأكاديميا وأيضا الاندماج في سوق العمل هناك ربط مباشر بين عدد سنوات المرأة في الأكاديميا وإمكانية اندماجها في سوق العمل بالإضافة إلى ذلك من أجل أن نندمج أكثر كنساء في سوق العمل وفي الأكاديميا علينا أن نكون في التعليم في البداية في التعليم في المرحلة الثانوية من خلال استجواب قدمته لوزير التربية والتعليم هناك معطى جدا مكلق أن من مجمل الطالبات في المدارس في لواء الجنوب طالبات عرب عربيات ويهوديات 70% من الطالبات المتسربات من المدارس هنا من النقب هذا معطى مكلق جدا جدا هذا يقول أن هناك التحديات وصعوبات بمكوث ووجود وانتزام واحتواء الطالبات العربيات في النقب في المدارس وتخرج من المدارس لعدة أسباب هناك أسباب تتعلق في البنى التحتية في الوصول إلى المدرسة هناك أسباب تتعلق بالاقتصاد العائلة البيتي الذي لا يتمكن من توفير الاحتياجات الاقتصادية من أجل إتمام التعليم ما عرضناه في اللجان المختلفة بأن المعاناة في النقب معاناة أهل النقب أطفال النقب نساء النقب هي معاناة جدا قاسية وهي نتيجة لسياسة التهميش هي نتيجة لمشروع الإفكار ومشروع التهويد الذي تقوده سياسة الحكومة وسياسة الدولة عدم الاستثمار في البلدات هناك وعدم الاعتراف في النقب القرى الغير معترف بها هي موقف سياسي من أجل عزل أهلنا بالنقب وتهجيرهم من النقب والتهويد النقب أكثر وأكثر نعم على أمل أن يتغير هذا الواقع يعني مشروع مباركة سيدة سند الصالح وضو الكنيسة عن القائمة المشتركة من المهم أن أذكر أن هذا اليوم هو بمبادرة زميلي النائب سعيد الخرومي شكرا جزيلا لك شكرا